موسيقى موسيقى السلام عليكم مشتركي ومشتركات قناة صافية كديري إلا بسعادكم كانت تمنى تكونوا بأخر وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن أحوال إن شاء الله سوف نقدم لكم واحد المعجلة اللي كتجي زوينة وسهلة في تحضر دياله وبسيطة ويعني بمكونات أكيد ستكون موجودة في كل بيت ممكن توجدوها هكا الوليداتكم ليكم حسين توما بما أنه هذا فصل الصيف والناس كيبغيوا يخرجوا شوية كيبغيوا يديوا معهم ليساندويش ديالهم فهذا نوع من أنواع ليساندويش اللي ممكن تاخدوها معاكم وكيجي بسيطة زوين فخليكم معايا تشوفوا المقادر والطريقة ديال تحضر ونبدو على بركة الله فبالنسبة للمكونات اللي غدي نحتاجه في العاجين فأول حاجة غدي نقوم بها التحيير بها هو انلم غدي نتأخدوا معلقة السكر كبيرة وعندي هنا واحد كاس ديال الحالب لي دافي وعندي معلقة كبيرة ديال الخاميرة فقد ناخد هذك الحالب كاس ديال العنبة ديال الحالب الدافئ اللي قلت لكم غد ندير في هذك المعلقة تع السكر ومعلقة ديال الخاميرة وغد نخلطهم وغد نخليهم باش يتفاعلوا من بعد غادي ناخد الإناء اللي غادي نعجن فيه غادي نوضع فيه واحد ثلاثة ونص ديال دقيق الفورس مايو عادي تلتمية وخمسين غادي ندفع ليه بيضاء بدرجة حرارة الغرفة وغادي نبدأ نضيف ثلاثة المعالقة ونص ديال الزبدة الزبدة اما تكون بدرجة حرارة الغرفة او لا تكون دائبة دوبوها ولي ما عندوش الزبدة ممكن نعوضها بنص كاس تقريبا ديال ديال الزيت اما زيت الزيتون ولا الزيت العادية ومن بعد غادي نضيف هذي الخامير والسكر والحاليب اللي خليتهم يتفاعلوا غادي نضيفهم وغادي ندوز باش غادي نعجن هذ المقادر كاملة ممكن تعجنوها باليد انا غا نعجن بالعجانة ولكن باليد غادي تكون شوية تاخد ليكم الوقت انا غادي ندير العجانة وحسب نوعية الضاقيق يعني لا غادي نضيفه اما الحاليب او نضيفه شوية ديال الماء وانا كنشوف هنا العجين بانه بقي ما تجمع شلية فغادي نضيف شوية ديال الماء تقريبا ثلاثة المعالق كبار ديال المالي ضفت وممكن غير داك الحالي بيجمعها ليكم ووزو بدو البيض والاهم ان هذ العجين خاصت عجن مزيان مزيان تدلك مزيان فبالنسبة اللي غادي عجنوه بيديهم را غا تبغي شوية تعدليك يعني دلكوها شوية ومن بعد خليها ترتاح مودة كبيرة باش تساعدكم باش يعني باش تكون اجيكم رطبة في الاخير هذين خليها تقريبا انا هنا نفلع الجانه خليتها تقريبا واحد سبعات تل لعشرات دقايق وهي كالتعجن وخاصة تكون بحال هكه كيف مشتوك تكون رطبة هكه معجونة مزيان فعنا غادي نجمعها هكه كبيرة وغادي نخليها ترتاح لمدة ساعة نغطيها بطبيعة الحال ونخليها ترتاح لمدة ساعة كيف ما قدلكم ونرجع معكم باش نشوفوا تاتيمات الوصفة ديالنا وها هي العجينة ديالنا من بعد ما خمرات فاضطاعف الحجم ديالها عادي نخرج مننا هذك الهواء وها هي العجينة ديالنا من بعد ما خرجت مننا الهواء فانا غادي نقطعها لكويرة صغيرة تكون متساوية الحجم ومن بعد غادي نشكلهم كويرات هذا الطريقة كما كتشوفه وغادي نكمل حالك ونرجع معكم مع لحواة تفسير موسيقى الرغم موسيقى وعادي نزال مع هفتح الى البحل coun pref ونحاول يكون الجوانب متقايسين ما يكونش جهة غليظة و جهة رقيقة وغادي نجيب هنا عندي الهوت دوغ باش غادي نديرو في الواسط ممكن تعوضوه بالكفتة ممكن تعوضوه بمرقاز انا درت هنا الهوت دوغ وقد جيب حل هاد شكل هاكا نعود معكم واحدة اخرى كيف تشوفو كندير هاد الفتحة هكا في الواسط وكنجيب الهوت دوغ دينا وكنحطوه في حلقه ثم كيجيو رائعين وكيجيو في المنظر زويل وكتغير يعني من دوك الصند ويتشات اللي كنديرو عاديا وكذلك العجينة كتجير طبعا وكذلك العجينة كتجير طبعا وكتجي هاشة زوينة بثاف فانا غادي نكمل بحل هكا وبقوا معي باش نشوفو اشنو غادي نديرو من بعد موسيقى اشتركوا في القناة 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 اكيد اكيد ستعجبكم و ستعجبوا ليداتكم بالخصص و هانتم كيفما تشوفوا فالعاجين كتجي خفيفة بزا فور طبع و كذلك الماداق ديالك يجي زوين يعني الزبدة البيض الحليب كتجي رائع في الماداق و بالنسبة الناس اللي كيعجبهم الصوص بثاف بما ان هاد الهوت دوك كيمشي بثاف مع المطاق فانا درت شوية هكا ديال المطاق و زينت هاد الطبق ديالنا بشوية ديال الخص و شوية ديال زيته الاسود و كذلك عندنا الهريسة ممكن كذلك تديروا الصوص ديال الكيتشوب ممكن تديروا المايوناز ممكن تديروا اي حاجة يعني اي صوص نتومر اللي كتبغيوا ممكن تديروها فهي كتمشي معا ولكن الهوت دوك كيمشي بثاف معا لا مطاق و غادي ندوز نقسم لكم واحد الوحدة باش تشوفوا كيفاش كيجيوا هاد المعجزة ديالنا هدا وشكل ديالنا وشتوكي فاش كيجيوزوينين هدا و شكل ديالنا وشتوكي فاش كيجيوزوينين المعجنة تصوبوها لولداتكم وممكن كذلك منك يكون حكا عيد ميلاد ولا يكون اي حاجة في هذا الدراري الصغار فممكن تصوبوها لهم غاليتعجبهم اكيد بسه فكنتمنى وصفة اليوم قنال الاعجاب ديالكم وتجربوها في بيوتكم وتردو علي الخبار في التعاليق التحت كنتمنى كذلك الى عجبتكم هذا الوصفة ما تنسوش تدروا لي لايك ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وشكرا لكم دائما على الدعم ديالكم وعلى تعليقاتكم تسوينا وان شاء الله الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة